بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الحقيقة أضحية العيد هي قربة من القروبات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم قال فصل لربك وانحر هذه الأضحية تكون بعد صلاة العيد ينحرها المؤمن ثم بعد ذلك يأكل منها ويتصدق منها الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بمعنى هذا اليوم هو يوم تأكل وشرب وإطعام للفقراء والمساكين والإحسان إلى الناس ونشر هذا الخير من جميع طبقات المجتمع وهذه سنة سيننا إبراهيم الخليل عليه السلام إذ أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين هذا بلاء عظيم أن يبتل الأب بذبح ابنه فلما أسلم يعني سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل استسلم لأمر الله وهم سيدنا إبراهيم بذبح ابنه هنا تتدخل العناية الإلهية ويقول للمولى تبارك وتعالى لا حاجة لنا بذبح ابنك وفديناه بذبح عظيم بكبش من الجنة وبقيت سنة متبعة إلى يوم الدين لذلك ربي سبحانه وتعالى واشقنا ملنة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فضح سيدنا إبراهيم الخليل بهذا الكبش وأكل منه وتصدق منه وكذلك سنة للمسلمين في كل عيد كل سنة وسمي هذا العيد بعيد الأضحى لماذا سمي بعيد الأضحى؟ لأننا نضحي فيه معنى نضحي فيه نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضحية بالنسك معنى النسك هو الذبح أننا نأتي بهذا الكبش بهذا الماشية ونذبحها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولابد من أن تتوفر شروط شرعية حتى تكون صحيحة من الناحية الشرعية كما تكون نظيفة وصالحة من الناحية الصحية أول حاجة أن تكون هذه الأضحية خالية من العيوب ما فيها ما هيش عوراء يعني تبس تسمع وتبصر ما فيهاش عيوب ما هيش عرجاء ما هيش عجفاء فارغة ولذلك نختار أحسن ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل منا ثم يعني بعد الذبح بعد خروج الدم بعد الصرخ بعدها نبدأ بالأكل منها يعني ومن السنة يوم العيد أن الإسان يصوم قبل ما يأكل أي حاجة يصبر حتى يذبح الأضحية ويفطر بها يعني يأكل للكبد وعادة الناس يأكلوا من الكبد لأنه أول عضو يستخرج ونبدأون شوي وهي نأكلوا من الكبد يفطر بها ومبعد يأكل ما شاء يشرب قهوتوية يعني هذا من السنة وليس واجب وفي العيد الفطر العكس أن الإنسان لازم يفطر عكس كان صايم شهر كامل النهار العيد تعالفطر يفطر قبل صلاة العيد قبل ما يروح للعيد يأكل تاماراتهم بعد كي يقول لي بعد صلاة العيد طبعاً الأيام العيد بالمناسبة هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى هي أيام نوسع فيها للعيال تعالى على أوليداتنا على جيراننا على الفقراء على المساكين بحيث في يوم العيد ما يشعرش أنك الفقر بالحاجة